بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إذن إن شاء الله في هذا الفيديو رقم ثلاثة في درس تحولات سريعة والتحولات البطيعة اللي هو في الحقيقة يمثل الحصة الأولى في هذا الدرس لأن الفيديو هين السابقين كما شفتم معي كانت فرصة للرجوع إلى درس التفاعلات أكسد اغتزال وقمنا فيه بمراجعة شاملة بشكل جيد إذن هذا الفيديو يعتبر الحصة الأولى في هذا الدرس تحولات سريعة والتحولات البطيعة لهذا سنبدأ ببعض التعريف تعريف الأول الذي سنشوفه وهو تعريف التحول أو التفاعل السريع طيب شنو كنقصده بتفاعل سريع قبل ما نكتب بكم التعريف سننقش معكم الفكرة هذه التجربة اللي منفروض أنكم تكونوا درتوها في الأقصى طيب الفكرة هي كالتالي تكون لدينا واحد محلول مائي هذا المحلول مائي مداب فيه واحد العنصر كمائي نسميه A تيقول لك مثلا أن وجود العنصر A في المحلول تظهر لنا على شكل لون بني يعني المحلول تكون له لون بني يعني ماحد A موجود في المحلول فاللولي كبير نراه لون بني من الذي يختفي اللون البني هذا معناه أن العنصر A يختفي من المحلول هذا الأمر الذي سنتفق عليه ثم سنشدوه العنصر كميائي نسميه B في لحظة نعتبرها أصل التواريخ T0 كاتساوي سافر معناه هنا قد نستخدم الكرونومتر ونشوفه المدة الزمنية المهم في لحظة T0 سنتخل العنصر B إلى هذا المحلول طبيعا الحال من اللي كان قول سنتخل العنصر B إلى هذا المحلول اللي هو متواجد فيه العنصر كميائي A فهذا نقصد به أن العنصر A هو يمكنه التفاعل مع العنصر B باش غدي يعطيونا واحد النواتج إلى آخره طيب الفكرة للتجربة هو أنه فشكا ندخل العنصر B بمجرد إدخال العنصر B بالذر بك نلاحظه اختفاء اللون البني يعني ما هي كيبقى اللون من لون بني داكن مثلا تبدين نقصي نقص بشوية شوية يبقى اللون بني يعني يكون اللون هاني خفيف شوية ثم يبقى يختفي اختفي حتى يقول لي بدون لون يعني يقول لي على شكل الماء ما كنلاحظوش هاتش بتدروج بل بمجرد إدخال B في ذلك اللحظة يختفي اللون البني فهذا يعني هذي النتيجة لهذا التجربة هذي اللي كتخلينا نقوله بأن هذا التفاعل أو لهذا التحول هو تحول سريع كتعريف أشغل نقوله كيف أشغل نوصف واحد تحول اللي هو تحول سريع هذك التحول سريع يعني البداية ديالو النهاية ديالو ما كتمشيش بالتدرج وبالتالي فاش كنراقبها أنا بالعيل المجردة ذك التدرج ديالتفاعل ما كنلاحظوش يعني ما كنقدرش نتتبع مراحل تطور غير العيل المجردة مثلا كما قلت ليكم لو كان لون في اللون بنيمة غالق يعك وبعينك انتكت شوف ودخلنا ببي وبقى اللون الغالق غادي وتنقص يعني في الشدة ديالو شوية والتي بلك اللون بني باهت مثلا شوية والتي بلك راقرب الى الشكل اللي تكون عليه الماء لو قدرت تلاحظ بعينك هذك التدرج في الالوان معناها قدرت تدير تتبع بالعيل المجردة اذا اختفى بشكل يعني سريع من ذك اللون البني الغالق احتولى الشكل ديال الماء يعني في لحظة ما قدرتشيش تشوف ذك تدرج كنقوله لا يمكن تتبع مراحل هذا التفاعل بالعين المجردة اذا بشكل عام تعريف اللي غدا نعطيه التحول السريع هو تحول لا يمكن تتبعه او تتبع مراحله بالعين المجردة طيب بعين العكس تحول البطئ تعريف التحول البطئ طيب حل التحول البطئ غايكون العكس دير هذا هو تفاعل او لتحول يمكن تتبعه بالعين المجردة لو اخدناها تجربة على اساس انها تحول البطئ بمجرد ادخال العنصر B فغيبدأ التفاعل غدا نلاحظو كما قلت لكم اللون غالق او لداكن لون بني مثلا غيبقى التدرج غدا يكون قص شوية لون بني مثلا باهيت الى اخيره والكورونا متر غلقه بدفتة زارو انتهى في واحد لحظة تفينال لواحد القيمة الى الصغرق اللي هي مثلا واحد دقيقة معنى ان التفاعل بطئ يعني الصغرق مدة وبالتالي ام كاننا تتبعه بالعين المجردة واخدناك هذو تعارفة ومواضحين غدي نضيف واحد الملاحظة مهمة دابا ليس جميع التفاعلات كالظهر اللي نقدر نشوفو تطور ديها بالعين المجردة ممكن مثلا يكون عندي محلول مائي ودوب فيه واحد عنصر كيميائي اللي هو عبارة عن حمض مثلا اذا بدت واحد الحمض في الماء ما كيغيرش اللون ديها الماء وبالتالي اصلا ما تيكونش عندنا لون بمعنى فاش غدي نشد العنصر ببي وندخله ويبدأ يتفاعل معا ما غنعرفش انا واش تفاعل سالة ولا مسالة يعني واش تفاعل وقع ديك الساعة بمجرد ادخل ببي او لبقاك يتطور خلال زمن عدن ساعة التفاعل ما غنقدرش نعرف لان بالعين المجردة اصلا ما عنديش شي حاجة لك تشهير لي الى بداية ونهاية هذا التحول لهذا كنتستعمل بعض الوسائل الاخرى من اجل التتبع اذا وسائل تتبع واحد التحول اما نعتمد على العين المجردة في حالة وجود الوان او شي حاجة كنتمكن من هذا الامر او اجهزة اعفوا او اجهزة القياس المتاحة احنا غننتكلموا على اجهزة القياس الممكنة من بين اجهزة القياس المتاحة كان اما جهاز البي اش متر واحد الجهاز في واحد يعني السير كنت ندخلو واحد الجزء منه هنا واللي كيبدي قيسل لنا تطور البي اش دي المحلول وهذا مطابعة الحل كنتستعملوه في تفاعلات المعايرة احنا غننتكلم عن المعايرة مطابعة الحل في التماري طيب تبدي قيسل لنا البي اش دي المحلول وتطور البي اش وخباش نصرح لكم فكرة تخيلوا معايا سنعودوا دابة جريبة وانا دي الجهاز البي اش متر يك فش يكون عندي العنصر ا وهو لموجودة المحلول بوحده الجهاز البي اش متر تقدر يشير لواحد القيمة دي البي اش متر مثلا القيمة هي 4 بمجرد ادخال العنصر ببي غير يبدأ لي التفاعل الى البي اش متر انتقل لي مثلا من 4 الى استق يعني عواض 4 ولا يعطينا القيمة مباشرة من 4 بمجرد دخلنا ببي تكتبها تستاق وبقى تحقبها تستاق فهذا معناه انه تحول سريع فهم طيب الحالة الاخرى بمجرد ادخال ببي الى لاحظنا ان القيمة دي البي اش بدت تنتقل الربعة ربعة فاصلة جوج ربعة فاصلة خمسة سافي ربعة فاصلة ثمانية شوية خمسة شوية خمسة فاصلة ثلاثة وهكذا احتوصل الى استوستقر فيها بما اننا تلاحظ ان القيم التي اخذها البي اش دي المحلول تتاخذ واحد القيم يعني بالتدرج فمعناه ان هذا تحول بطيء يعني يمكن تتبعه بواسطة هذا الجهاز دي القياس دي القياس البي اش يعني احنا وضحنا حتى في الحالة دي استعمال الجهاز كيفاش كنعرف تحول سريع من التحول البطيء طيب اجهزة اخرى ممكن تستعملها ممكن جهاز قياس لمواصلة ايضا نتكلم معكم عن المواصلة ونذكركم بالعلاقة دي لها وقياس المواصلية الى اخيره طيب نفس الفكرة الجهاز دي القياس مواصلية المحلول او للمواصلة على حسب شنو كنحسبوه حتى هو نفس القادية الى عندك جهاز تتعطيك واحد القيمة في اللول بمجرد ادخال واحد العنصر قيتفاعل الى القيمة انتقلت من واحد العدد الى واحد العدد بدون تدرج معناه ان هذا تفاعل سريع الى انتقلت بتدرج فمعناه انه تحول باطئ طيب قلت لكم كين من بالاجهزة كين جهاز البي اش متر انا قانا اكتبوه هنا الاجهزة المستعملة والممكن استعمالوها كين جهاز بي اش متر كين جهاز قياس المواصلة شوف المواصلة كنسموها الج او المواصلية كنسموها سيجما هاتشي غنتكلمو عني مبعا ان شاء الله وكدري كين جهاز قياس الضغط اللي كنتسمى المانومتر وكنستعملوا هاد الجهاز لقياس الضغط الى كانوا لدينا الغازات لأترغى يتفاعل عنصر ا مع عنصر ب وفي النواتج سوف اعطوني واحد الغاز مثلا اذا الغاز سوف يتصرب سوف ندر الجهاز لنعرضه للإناء وسوف يحسب لنشح القياس الضغط من خلال نعرفه تطور كيف جرير هل تحول سريع ام تحول باطئ على كل حال يصبح ندب التعريف بالشكل التالي بمك تعريف تحول سريع هو تحول لا يمكن تتبعه سواء بالعيل مجرد او باجهزة القياس المتاحة تعريف تحول باطئ هو تحول يمكن تتبعه بالعيل مجرد او لوسائل او لأجهزة القياس المتاحة في المختبرات من طبيعة الحال ما زيان لا بغد نتكلم معكم على العوامل الحركية العوامل الحركية نكتبوها بعد ونشوف شنو كنو نقصد بهذه العوامل الحركية العوامل الحركية كنقصد بها العوامل التي تؤثر في سرعة التفاعل لكي نتفهم معي الفكرة وفين ما غير نصل بالحال نرجع معكم لك المثال عندي العنصر هنا A مثلا ندخل العنصر B وفي الحال دي لدينا تحول بطئ مثلا هذا تحول بطئ فلما يدخل العنصر بين كيبدأ العنصر A مع B في التفاعل يعطي نبع النواتج مثلا C Z 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 Sand Z Z Z Z bout Z Z Z Z Z وكيف يبقى الجزئات العنصر A تتفاعل مع الجزئات العنصر B بشكل تدريجي حتى الوحد اللحظة ينتهي هذا التفاعل يعني كنقول لك المدة المستغرقة في التفاعل هي ثلاثة دقائق يعني عند اللحظة T تتساوي ثلاثة دقائق يتوقف التفاعل وتفاعل متوقف هذه الجربة كنكون ندرناها في ظروف معينة يعني استعملنا تراكيز بدئية معينة من العنصرين A و B والتجربة تتم في درجة حرارة معينة وعطتنا النتيجة هو أن التفاعل بش ينتهي الصغرق لها ثلاثة دقائق ولكن السؤال سوف نطرح على رأسي إذا نريد أن نعود هذه التجربة ولكن نريد أن تستغرق لها مدة أقل مثلا من ثلاثة دقائق يعني سوف نبدأ التفاعل في الحظة T زارو و سوف ننتهي التفاعل في الآخر ولكن نريد أن المدة المصغرقة تكون أقل مثلا من ثلاثة دقائق مثلا من ثلاثة دقائق أو ثلاثة دقائق أو ناس أو شيء من هذا ما هي العوامل التي سوف نستعملها التي سوف نقصها من المدة المصغرقة طبعا الحال باش ننقص من المدة المصغرقة معناه أنني كنزيد في سرعة التفاعل طيب إذا العوامل الحركية اللي سوف نتكلم عنها هي تلك العوامل التي تؤثر في سرعة التفاعل يعني كتخلي التفاعل السرعة ديالو كتخليها إما كتزيد كتكبر أو السرعة ديالو كتنقص طيب باش نشرح لكم هذه العوامل ما هي غديمشي معكم بالفكرة التالية فش كنقول لكم أنا راعدنا العنصر أ مداب في المحلول المائي العنصر أ هو عبارة على عنصر كيميائي يتكون مثلا من جزيئات هذيك الجزيئات ديال العنصر أ في وسط المحلول المائي تتوزع بشكل منتظم مثلا غنعطيكم حلقة كذلك هذو اللي كان نرسم باللون الأحمر هما الجزيئات ديال العنصر أ خانحو نزرب شوية ثم فش غدي ندخلوا العنصر بي غدا نعطيكم نصف الفكرة على العنصر بيتا هو جزيئات دياله تتوزع بشكل منتظم في هذا المحلول طيب ندير اللون العنصر بي مثلا بلون آخر باللون الأخضر العنصر بي تكون جزيئات مثلا بهذا الشكل طيب نحاول نختصر غير ماش نوضح الفكرة في الأخير على كل حال ما نقصده بأن نرى التفاعل يتم بين العنصرين أ و بي أ يتفاعل مع بي تفاعل عمليا كيف يوقع داخل المحلول تفاعل يحدث بالطريقة التالية كتكون عندنا جزيئة ديال العنصر A اللي هي متلتة بالنقطة باللون الأحمر و كتكون عندنا جزيئة باللون الأخضر اللي هي تنقصد بها جزيئة من العنصر B وهذه الجزيئتان توقع واحد لاستيضام بيناتهم يعني وصل المحلول راتيكون الجزيئات كيتحركوا كل ما وقع استيضام بيناتهم كل ما كيوقع التفاعل بمعنى دبعنا في الضرس ديال تفاعلات اكسيد اغتيزر أنا سوف نوضح لكم فكرة مثلا الجزيئة A نديرها باللون الأحمر كتكون إلا افتردنا أن العنصر A فيها غير ضرّة يباش مرسمش جزيئة فيها بزرد الضرات إلا افتردنا A فيها ضرّة وحدة تكون فيها نوات وهذه النوات تكون عندنا إلكترونات محيطة بها افتردو هذا إلكترون محيط بها ما بالنوات والإلكترون كتكون واحد الرابطة للطاقة لها رابطة وهمية سوف نرسمع أنا بخط سوف يكون الإلكترون ملتصق بالنوات ليس ملتصق بشي حاجة مادية وإنما ملتصق فقط بناتهم ركيه الفراغ ولكن ملتصق فيه عن طريق طاقة كتجي دبع الدرّة للعنصر B حتى هي غير متل عشكل النوات عندها مثلا إلكترون عندهم بزرد إلكترون ولكن هناك نمتل غير واحد لنوات لا يوجد غير ملتصق طيب حتى تجي دبع هذه العنصر B وهذه A حتى يوقع تلك الاستيضام بناتهم قوة الاستيضام تقدر تنزع هذا الإلكترون ذاك القوة الاستيضام تقدر تحيض هذا الإلكترون تحيضه للعنصر A ماذا تعطيني في الأخير تعطيني العنصر A معها الإلكترونات الخرية أما الإلكترون هذا تم انتزاعه وبالك يأخذ هذا الإلكترون سوف تشاهدنا في تفاعلات أكثر اختزاع أنا لم أشترح لكم بهذه التفاصيل نحن رأينا أن عنصر T فقد إلكترون والآخر T يأخذه كيف تتم العملية؟ تتم عن طريق تصادمات إذا فهمتوا مع هذه الفكرة نحن رأي مزيان طيب نحن نقول مدة التفاعل هي ثلاثة ديالتقائي قاعدة ينتهي التفاعل ما معنى أن التفاعل سيكون انتهى معنى أنه كل جزئة بلول الأحمر غلقها واستضمت مع جزئة بلول الأخضر ثم الجزئة الأخرى بلول الأحمر استضمت مع الأخرى يعني يجب كلهم يستضموا مع بعضهم لكي ينتهي التفاعل نحن لكي تكون المدة تفاعل صغيرة تجعل التصادمات يقعوا بسرعة أكبر حتى تلك إذا إذا أردنا سرعة التفاعل أكبر لتعطينا مدة تفاعل قليلة يجب أن نحرك الجزئات بسرعة كبيرة كيف يمكن أن نحرك الجزئات بسرعة كبيرة؟ هنا الجواب بالشكل التالي الذي لا تعرفه من طبيعات الحال تعرفون أن يجب أن نشد إناء الماء وضعه في البوطة ما لدينا العافية هذا ما نعرفه كاملين نشد إناء الماء وضعه في البوطة ونجعل إناء الماء يغلي هذه الماء يتحرك الماء ما هو مصدر هذه الحركة؟ مصدر هذه الحركة هو أن الجزئات التي تكون الماء تتحرك بسرعة كبيرة والسبب الذي يجعل الجزئات تحرك بسرعة كبيرة هو ارتفاع درجات الحرارة ومن هناك بلاد نكتشف لتوقع لتفاعل المسأل spiritually في النكل المدى قليل بحض bever وتتبهي которmann��ج نجد في سرعة تصادم الطبيب درجة الحرارة التي اقوم بها من بين العوامل الحركية التي تؤثر في سرعة التفاعل سنتقوم بتقوى الجهاز لذا نتكلم اولا على درجة الحرارة هذه درجة الحرارة هي عامل حركي يعني تؤثر في سرعة التفاعل أعطيتكم المثال إذا درناه واحد النار مثلا هنا فكتخلي السرعة تزاد عكسيا إذا شدنا واحد المحلول مائي ودخلناها مثلا في تلاجة وضعناها وكانت درجة الحرارة تحت السفر فكتلاحظوا أن هذا المحلول او المحلول مائي يتجمد ما معنى يتجمد؟ يعني الجزئات تبقى تابتة في مكانها لذلك لا تبقى عندي الحركة باتاتا في ذلك الحالة يتوقف التفاعل يعني كي يبطي جدا كي يلقيه إلى درجة أنه يتوقف أصلا من هنا كنت تنجوا كنت تكلموا على درجة الحرارة بأنها عامل حركي يعني تؤثر في سرعة التفاعل وفي هالملاحظتين التاليتين عند رفع درجة الحرارة تزداد سرعة التفاعل وعند خفض درجة الحرارة عند خفض درجة الحرارة تنقص سرعة التفاعل ثم نضيفه كملاحظة عند وضع المحلول في الماء المتلج يتوقف التفاعل يعني الجزئات أصلا ما تبقى عن القدرة على الحركة باتاتا ثم يتوقف التفاعل ثم درجة الحرارة هي عامل حركي سوف نعطيكم عامل آخر حتى هو يمكن أن يسمح لي بالتصادمات بشكل أسرع سوف ننقش معكم الحالة الثانية يعني سوف نعطي رؤيتنا خدامين في درجة الحرارة لا سوف نقص نقص درجة الحرارة أو نخفضها سوف نقصد درجة الحرارة وسوف نقصد درجة الحرارة سوف نرى الفكرة الفكرة الثانية كي يمكن أن يتوقعوا للتصادمات بشكل أسرع سوف يكون أفضل أن الجزئات لابل لون أخضر والجزئات لابل لون أحمر يكونوا متقاربين مع بعضهم يجب أن يكونوا متقاربين يكونوا عندي بزاف. خصنينا رفع التركيز ديال العناصر المتفاعلة. بعنايه إذا كنا في البداية استعملنا العنصر A بواحد تركيز اللي هو السA. استعملنا العنصر B بواحد تركيز اللي هو السB. فكعتوني الشكل هو هذا. إلا عودنا تجربة وكبرنا مثلا التركيز ديال العنصر A. أو ديال B أو لهما بجوج. المهم إلا كبرنا التركيز. فين كي يظهر لي في الشكل أن التركيز سيكبر. التركيز سيكبر معناه أن الجزئات اللي بلاو الأخضر سيكونوا متقار بين. يعني مسافة بناتهم كانت صغار. بعناه آخر سيكونوا عندي الشكل بحالة كذا. سيتزادوا النقاط الخضراءة هكذا. فهم؟ نفس القضية بالنسبة للعنصر A. تركيز العنصر A سيكبر معناه أن في الشكل كلاحظ النقاط الحمراء تتكسر. توليوا الجزئات متقار بين. ولاحظوا كل مكتر دك الازدحام بين الجزئات كل مكتر تصادم بناتهم. وشي معروف. فهم؟ ولاكتر تصادم يعني غيتم التفاعل بسرعة أكبر. إذا من بين العوامل الحركية عدنا تركيز تركيز. أو لنكتب التركيز البدئية للمتفاعلات. نفس الشيء غدي نقوله. يعني عند الرفع. عند الرفع من التركيز البدئية للمتفاعلات تزداد سرعة التفاعل. وكذلك العكس. عند الخفض أو لتخفيض التركيز البدئية للمتفاعلات تنقص سرعة التفاعل. طيب هذا عامل حركي رقم جوج. عامل حركي رقم ثلاثة. وهو استعمال الحفاز. الحفاز هو ماذا؟ هو واحد العنصر كيميائي. وهو لا يتدخل في التفاعل. يعني ما كيتفاعلش. يعني الحفاز اللي غنستعمله. ما كيستهلك ليه العنصر A ولا يستهلك ببي. هو فقط. محل ما بنا نقوله كيشجعهم على الاستيضام وعلى التفاعل. الحفاز يقدر يكون عبارة عن عنصر اللي 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 حطيناها في المحلوك يقدر يتحرك بزده. وإلا تحركت يدفع الجزئات الأخرى أنها تتحرك. والأخرين اللي يتحركوا ويوقع تصادم بينهم وبالتالي غير تفاعل. بينما هذا الحفاز وخيستطادم الجزئات لا يتفاعل معهم. فهم؟ نقل استعمال الحفاز. قد نضي نكتبه هنا. استعمال الحفاز يزيد من سرعة التفاعل دون أن يتدخل في هذا التفاعل. في هذا التفاعل. طيب الحال ولا يؤثر على الحالة النهائية للخالد. نقدر نكتبها. نحن 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 نكتبه. ولا يؤثر على الحالة النهائية للخالد. على كل نحن نتمنى تكونوا فهمتم معي مزيان هالتفاصيل لأن في الحقيقة ليس ضروري لتشرح لك هالتفاصيل. فيها شوية تعقيدات ولكن أنا نحن نحن نعطيها لك بطريقة مبساطة لكي لا فهمتي. ستكون فاهم الأمور بشكل مضبوط جدا. ستكون عرفتك كيف تدير في هذا الدرس هذا. طيب. تعرفنا على ماذا نقصد بالتحول السريع. ماذا نقصد بالتحول البطيء. شفنا العوامل الحركية التي تؤثر في سرعة التفاعل. وهناك سكترض البال. إذا قال لك في السؤال. حدد. هذا بغد نتبه معي مزيان لأن هذا واخطأت وقعه في الإجابة على الأسئلة. إذا قال لك حدد عامل حركي يؤثر في سرعة التفاعل. غتقول له مثلا درجة الحرارة. إذا طلب منك غير واحد. وك securityно aparece عن الحرارة. ذلك. هذا إلى سواء لك على عامل يؤثر في سرعة التفاعل. أما إذا قال لك حدد عامل حركي. أو حدد كيف نزيد من سرعة التفاعل. إذا سواء لك كيف زيادة في سرعة التفاعل. ليس مجرد التأثير. زيادة في سرعة التفاعل. غتقول له رفع درجة الحرارة. سفيذ؟ إذا قال لك عامل يؤثر فقط. هو درجة أما التأثير ما وصفوش لك هو كيفية أشمن تأثير بغاء حيث منك تقول له درجة الحرارة في حالتين إلا رفعنا درجة الحرارة كنزيده في سرعة التفاعل إلا خفضنا درجة الحرارة تنقص سرعة التفاعل نقرى الضربة غيرها للمستلحة هذا في الإجابة لكم على الأسئلة الناس القادمين سوى التراكيز البدئية عامي الحراكي ستقول له التراكيز البدئي المتفاعلات لا تقول له الرفع من التراكيز البدئية لا، هذا الرفع يمكنك حالة وحدة لا ازدياد أو لا رفع سرعة التفاعل أما خفض تراكيز البدئية فهو يساهم في خفض سرعة التفاعل وهكذا طيب علاقوا لحال الآن بعد مرش في نهر الأمور سنرى معكم الآن تمرين تطبيقي طيب المعطيات هي كالتالي قلكنو أكسد أيونات يضور إي موان بأيونات بيروكتوتونائي كبريتات اللي هي أث دو أويت دو موان المزدوجتان المتدخلة في التفاعل هما أعطونا المزدوجة الأولى هي I2I- المزدوجة الثانية هي S2O8- S4O2- طبعا الحال من خلال المعطاء ذلك التمرين تطبيقي كنلاحظوا بأن من هذه المزدوجة العنصر المتفاعل هو I- وهو المختزل ومن المزدوجة الأخرى العنصر اللي غيتفاعل هو S2O8 2- اللي هو المؤكسد لأجل دراسة بعض العوامل الحركية ننجز الخلائط تحت درجات الحرارة حسب الجدول التالي لاحظوا الجدول لدينا خليط رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة ورقم ربعة وكل الخليط لديه شروط مرتبطة بها مثلا لنقرأ الجدول بطريقة تكون واضحة بزاف في الخليط رقم واحد سيتم التفاعل ودرجة الحرارة للوسط التفاعلي ستكون 20 درجة الحرارة في هذه الحالة ستكون درجة الحرارة هي 20 سنستعمل هذا المتفاعل بتركيز بدئي إذا لاحظوا هنا كانت تكلموا على درجات الحرارة وعلى التركيز البدئية إذا التركيز البدئي للعنصر هو 1 في 10 أسناق الجوج مول بار لتر والتركيز البدئي للعنصر إموان هو الجوج في 10 أسناق الجوج مول بار لتر في الخليط رقم جوج ما ندرنا؟ يعني عند المرور أو الانتقاد من الخليط رقم واحد إلى الخليط رقم جوج كتلاحظوا احتفظنا بنفس درجة الحرارة يعني في واحدة التجربة يعني كمقارنة بين الخليط رقم واحد والخليط رقم جوج فنحتفظ بدرجة الحرارة تابيطة ببعنا ما كان يهتموش بالحرارة كعامل حركي دابهنا كنخليه تابتا وإنما شنو كنغيره كتلاحظوا من هنا اللي هنا عدنا الزيادة في التركيز إذن بحل لك نختبره هذاك العامل الحركي رقم جوج اللي كنا شفنا وهو التركيز البدئية للمتفاعلات تراهمك في البركيز البدئية القائمة عارض التركيز البدئية للمتفاعلات بحب Lit عامل في الحرارة وخاليط التعامل بتركيز أكبر من التجربية الأولى في نفس درجة الحرارة نرى لوسب الخليط olan الخليط 3 الخليط مثل خلال خليط رقم 1 تراهمك في هذه مع الخليط البركيز تلاحظوا هالتركيز اللي عندي هنا وهذا اللي هنا نفس الشيء بالنسبة لهذا وهذا إذن الخليط رقم 1 غير نقارنوه عفوا الخليط رقم 3 غير نقارنوه مع الخليط رقم 1 يعني استعملنا نفس التركيز البدئية هيا 1 في 10 أصناقي جوج هنا كدلك 1 في 10 أصناقي جوج نفس الشيء بالنسبة لهذا ولكن فقط شنو درنا زنافي درجة الحرارة يعني عوض من ديروا تجريبة في 20 درجة استعملنا نفس التركيز البدئية ولكن سنستعملوه في 35 درجة يعني بمقارنة الخليط رقم 3 والخليط رقم 1 فإننا نهتم بالعامل الحراكي اللي هو درجة الحرارة وبالضبط لدينا الحالة الرفع درجة الحرارة وهكذا الخليط رقم 4 تلاحظوا قد نقارنوه مع الخليط رقم 2 أو نقارنوه مع الخليط رقم 3 فممكن ندلو الأمر بجوج إذا قارنا الخليط رقم 3 الخليط رقم 3 مع خليط رقم 1 مع خليط رقم 1 أفوان من شلو ما نقول إذا قارنا الخليط رقم 4 مع الخليط رقم 9 كاللاحظوا عندي مع الخليط Bus تمكنكasa sehen ولكن درجة الحرارة تمине رفع دعية إليها لو ما العشرين إلى 35 وإذا قارننا الخليط رقم 4 مع الخليط رقم 3 كنلاحظوا أن درجة الحرارة هي نفسها ولكن من هنا نزدنا في تراكيز البدئية المهم الفكرة لهذا التمرين الطبيقي هو أننا نهتم بالعوامل الحرارة اللي هم درجة الحرارة والتراكيز البدئية وكيف يبقى الدور لكم أنتم في التمرين في انتحان مثلا تفهموا هذه المعطاية بشكل جيد سنكملوا في قراءة المعطاية ونرجعوا ونشوفوا كيف نستغلوا هذا الشيء نحن نحيط هذا الشيء اللي ارتم ذلك الرموز لكي لا يضطروا عليكم في التركيز نكملوا بقراءة المعطاية وقال لك بواسطة المعايرة حدد أو لا تم تحديد تركيز تناء اليود المتكوين نحن عادة نشوفوا ما يكون المتكوين من خلال المعادلة اللي سوف نستعرق المهم لنقرأ المعطاية إذا بواسطة المعايرة حدد تركيز تناء اليود المتكوين بالنسبة لكل تجريبة يعني منها التجارب بربعة كل جريبة منهم قدرنا المعايرة وحددنا شحالة يساوي التركيز للأيدو المتكوين طيب بالنسبة لكل تجريبة وفي المدة نفسها اللي هي التيكة تساوي عشرين دقيقة ندوين النتائج المحصل عليها جريبة رقم واحد اعطتنا تركيز ديلتوناء اليود المتكوين هو واحد ميلي مول بار نتر هنا تنتابل واحدة راها الميلي مول ومطابع الحال واحد ميلي مول را هي عشرة أس ناقص ثلاثة مول ومطابع الحال نستعمل مع شيء مقدار أو شيء واحد كانت تعمل بهذه الطريقة على كل حال طيب في تجريبة رقم جوج لقينا التركيز هو ثلاثة تفاصيلة خمسة يعني لاحظة التركيز زاد إلى أخير المهم بعد نرجع نقرأ ومزيانة ماذا نستغل له دبس سؤال رقم واحد اكتب معادلة التفاعل الحاصل اذا في الجواب سنبدأ بعدها بأنصاف المعادلات نقص نصف معادلة التفاعل الموافق للمزدوجة E2 E- هتشدرناه في الفيديوهات السابقة هيا أو لا هو مهم على كل حال سنجيو نشوف شكل من ذلك المزدوجة اللي هو متفاعل حسب معطاية E- هو المتفاعل اذا سنبدأ بE- ثم ندير سهمين ثم نكتب العنصر الآخر اللي هو E2 أعرف أن الإلكترونات تضاف إلى المؤكسيد وهنا سنزيد E- ثم نبدأ الموازنة هنا E لدي جوج ثم موازنة هنا لدي جوج للموا هذا الشكل تم تم موازنة هذه المعادلة بالنسبة نسبة معادلة التفاعل الموافق للمزدوجة الموافق للموافق الموافق للمزدوجة الموافق للمزدوجة الموافق لدي جوج لدي جوج أ تضاف سأعطينا إي دو زائد جوج في أس أو كاتر دو موان، طيب، نحن نعلم السؤال رقم واحد، السؤال دب رقم جوج، ما هو العامل حركي الذي يفسر نتائج التجربتين واحد وجوج من جهة، والنتائج تجربتين ثلاثة واربعة من جهة أخرى، ما هو تأثير هذا العامل؟ ما هو العامل الحركي الذي يفسر نتائج التجربتين واحد وجوج؟ نرجع ونرى أصلا واحد وجوج ما الفرق منهم، في الخليط رقم واحد عندي هذه المعطيات، بينما في الخليط رقم جوج كاللاحظة تمت زيادة في التركيز البدئية، إذا ما هو العامل الحركي الذي يفسر نتائج التجربتين؟ لأن في التجربة رقم واحد، أعطانا تركيز المتكون، أو التركيز ثلاثة اليود المتكون هو واحد ميلي مول بر ليتر، فش كانت تدوم المعطيات؟ والمتكون خلال مدة دي العسرين دقيقة، بينما في التجربة رقم جوج، فش عودناها من الأول، وازدناه في التركيز البدئية؟ فجينا نحسبه المرة الثانية، يعني التركيز الثلاثة اليود المتكون، ما لقناه هو واحد نفسه، إنما لقناه التركيز الزاد، التركيز الزاد خلال نسل مدة، ببعنى التطور يتم بسرعة أكبر، حيث في التجربة الأولى، كان خلال العشرين دقيقة كاملة، يلا، كان حصله على واحد ميلي مول بر ليتر من تركيز الزاد، بينما في التجربة رقم جوج، فش كبرنا التركيز البدئية؟ خلال نسل المدة التي هي عشرين دقيقة، حصلنا على ثلاثة فصلة خمسة ميلي مول بر ليتر، يعني حصلنا على كمية أكبر، في نفس المدة، ببعنى التفاعل تم بسرعة أكبر، إذن تمت زيادة في سرعة التفاعل، المهمة هو العامل الحركي، لكيف تسلينا نتائج هذه الجزربة إن واحد وجوج، هو الزيادة في التركيز البدئية للمتفاعلات، إذن نكتبها للجوال، في رقم جوج، العامل الحركي، الذي يفسر نتائج التجربتين، الزيادة في التركيز البدئية للمتفاعلات، تأثيره، تأثير هذا العامل، وهذا ما يكتبنا في الدرس، عند الزيادة في التركيز البدئية، للمتفاعلات، تزداد سرعة التفاعل، طيب، على كل حال، نتوضيح، ربما نقول لكم في الأخر، لأن هذا التمرين التطبيقية، كان نقشه النتائج التي حصلنا عليها فقط خلال نفس المدة التي هي عشرين دقيقة، لا مهم على كل حال توضيح، حتى الأخير، إن شاء الله، نقول لكم، غير ما أريد أن نكتر في الأدرة، لكي تبقى الزيادة معي على تركيز، نفس السؤال، ما هو العامل الحركي الذي يفسر نتائج تجربتين 3 و 4؟ إذن عندنا نقارن 3 مع 4، في 3 و 4، حتفضنا بنفس درجة الحرارة وتاني، وتمت زيادة في التركيز البدئية، يعني في تجربة رقم 3، فأش كانوا لدينا هذه المعضيات؟، رقينا التركيز ذي الإيدو المتكوين هو 1.2 ميلي مول بار ليتر، من 3 إلى 4، حتفضنا بنفس درجة الحرارة، ورفعنا التركيز البدئية، تزاد لنا الكمية ذي الإيدو المتكوين خلال نفس المدة التي هي عشرين دقيقة، إذن في الحقيقة، نخصني في الجواب، نقول العامل الحركي الذي يفسر نتائج تجربتين واحد وجوج من جهة، ثم 3 و 4 من جهة أخرى، وهو الزيادة في التركيز البدئية، يعني كاف سندخلهم كلهم في جواب واحد، المهم، واحد وجوج من جهة، و 3 و 4 من جهة أخرى، ونكمل الجواب بهذا الشكل على كل حل، السؤال ده بالموالي، السؤال رقم 3، ما هو العامل الحركي الذي يفسر نتائج تجربتين واحد و 3 من جهة، ونتائج تجربتين جوجو و 4 من جهة أخرى، ما هو تأثير هذا العامل؟ إذن نقارنوا واحد مع ثلاثة، إذن في المعطيات الخليط رقم واحد مقارنة مع رقم ثلاثة، كاللاحظوا أننا نحفظنا بنفس التركيز، نقعدنا التركيز هو هذا، وهنا نفس التركيز، نفس شيء ما بينهن هنا، ولكن هنا تمت زيادة في درجة الحرارة، إذن العامل الحركي الذي يفسر نتائج تجربتين واحد و 3، هو الزيادة في درجة الحرارة، نقبل أن نكتب هذه القضية، هذه دبرة الأمر بين، بلس طريقة، نقوم بأن العامل الحركي الذي يفسر نتائج تجربتين واحد و 3 من جهة، والتجربتين جوجو و 4 من جهة أخرى، إذا لاحظوا منها هنا أو ثاني، تركيز هم مرة نفسهم، هذا مقارنة مع هذا، نفس الشئ هذا مع هذا، نفس التركيز، ولكن هنا تمت زيادة في درجة الحرارة، نقول هذا العامل الحركي هو الرفع في درجة الحرارة، لنرفعنا درجة الحرارة هنا، ما هو تأثير هذا العامل؟ نقول بأنه عند الرفع من درجة الحرارة، تزداد سرعة التفاعل، والزيادة في سرعة التفاعل تظهر في كمية إيدو التي نحصل عليها، أو تركيز إيدو التي تلاحظ أنها تزادت خلال نفس المدة، هذا الكبير لأنه فعلاً سرعة تزادت للتفاعل، طيب، السؤال هنا، في أي تجربة كان التحول أسرع، و لماذا؟ في أي تجربة؟ من أنك تترحي السؤال هنا، هكدرك يهضر على التجارب بربعة، أولاً سنرى في واحد المنطقة، ما بين تجربة، تجربة نسميها A، وتجربة نسميها B، إذا كانت هنا، وهنا لدينا نفس التراكيز، إذا فترضنا أننا لدينا نفس التراكيز البدئية، إذا التحول الذي يكون أسرع، هو الذي له أكبر درجة الحرارة، فهم؟ إذا ما سنفعل تماما؟ أسرع وهنا، أمر بالطبع، من الألسان روح من فهم لدينا درجة الحرارة، فهذا يكون distintم، أم من فهم أنهم يكون أسرع، هذه الخطوة التي ستخ�هات قد أصدر، إذا لا تجربة، ما بينها لدينا نفس التراكيز، و أمن المناسة أن يكون لدينا خاليط من طبع، رقم 1، مع المناسة، خاليط من رقم 3، ما بينهم نفس التراكيز، ما الذي سوف نحتفظ به باعتباره هو الأسرع هو الذي له أكبر درجة الحرارة ثم الثاني الخاليط رقم جوج مع الخاليط رقم ربعا لهما نفس التراكيز البدئية ما هو الأسرع فيهما هو الذي له أكبر درجة الحرارة هو هذا ما الذي سوف نطبع لهذا لا يمكن أن يكون هو الأسرع سوف نقش معكم بنص طريقة قلت لكم إذا كانوا نص تراكيز سوف أسرع فيهما هو الذي له أكبر درجة الحرارة سوف نعكسنا الأمر إذا عندي تجربتين آوبي ولهما نفس درجة الحرارة ما الذي سوف يكون فيهما الأسرع ما الذي سوف يكون أسرع فيهما هو الذي له أكبر تراكيز بدئية لأن الخاليط رقم ربعا لأن الخاليط رقم ربعا والتفاعل رقم ربعا هو التفاعل الأسرع في أي تجربة كان التحول أسرع سوف نقول التحول كان أسرع في التجربة رقم ربعا لأن الخاليط رقم ربعا يعني تم فيه التفاعل في أكبر درجة الحرارة اللي هي 35 وبأكبر تراكيز بدئية ممكنة مقارنة مع ذلك اللي عندنا يعني هذا هو اللي عندنا فيه أكبر درجة الحرارة وأكبر تراكيز إذا سوف يكون هو الأسرع مقارنة مع مكاملية هذه من جهة ومن جهة أخرى أصلاً غير القيم اللي كان حصل على اللي هي 8 أكبر من جميع القيم اللي عندنا خلال نفس المدة اللي هي 20 دقيقة على كل حال هذا التمرين يعني فيها أموها في حق على شكل تمر اللي قدروا تحطوه في الامتحانات وكيتطلب مننا واحد الفهم جيد لهذه العوامل الحركية وكيفاش نتعاملوا معها في مختلف الأسئلة اللي ممكن تطرح طيف قلت لكم في الأخر بقاس واحد الملاحظة أنا غا نقولها لكم لأن ما بريدش نقول لي أن خفت الضوء بعد التلاميذ ولكن غا نناقشها الآن نحن هاتش كامل اللي كان نناقشو دي النشائش تجربة راحنا كان نناقشو فقط خلال نسل المدة اللي هي 20 دقيقة ولكن أنا غا نوضح لكم الفكرة مزيان هات التجربة اللي كان نناقشو ده بحنا اللي فيها تفاعل مواء مع ذاك العنصر اس دي أو ويت دو مواء هاتك تجربة كان ممكن مثلا المدة اللي غا تحتاج التفاعل باش نتهي المدة مثلا هي 60 دقيقة صافي؟ يعني نحن نرى فقط خلينا التفاعل الخدام حتى وصل لعشرين دقيقة ودرسنا المعطاية اللي عنا ولكن التفاعل راح محبس شما التفاعل راح مزال ممكن يستمر غير حنا ركزنا فقط على خلال مدة دي العشرين دقيقة ولكن انا كنقول لك نفتارده ان التفاعل باش يتسال كله على خاطره كيحتاج ملنا 60 دقيقة إلا جينا نشوفه في هذه الحالة إلا وصلنا لها تركيز دي الإيدو المتكون اللي هو غيكون التركيز النهائي في هذه الحالة أو لا التركيز القصوي يعني التركيز ماكس مهم عليك ولي حال غيكون مثلا هو 20 ميلي مول بار ليتر طيب هذا في تجربة رقم واحد يعني في درجة الحرارة اللي هي عشرين وبهذا التركيز البدئية سيعطينا التفاعل خلال مدة 60 دقيقة والتركيز دي الإيدو المتكون سيكون 20 ميلي مول بار ليتر إلا جينا ندرنا تجربة رقم جوج تجربة جوج يعني ماذا يعني حسافضنا بنفس درجة الحرارة اللي هي عشرين ولكن زدنا في التركيز البدئية ما الذي نزيده في التركيز البدئية السرعة هذه التفاعل تزاد وكلما تزادت لنا سرعة التفاعل إذا المدة التي يستغرقها التفاعل تقيل لذلك المدة التي سوف نتسلمها لكي تسال التفاعل كله سوف نقوم بتجربة 45 دقيقة يعني المدة التفاعل كان صغير هذه الملاحظة يجب عليكم تردو لها البال ولكن هما كما قلت لكم ركزوا لنا فقط على المدة 20 دقيقة يعني في تجربة رقم واحد التجربة رقم واحد اللي فيها هذه النتائج لو خلينا التفاعل يكمل على خاطره يستغرق لنا 60 دقيقة وفي الأخر كأعتنا التركيز النيائي هو هذا هما شداروا هذه 60 دقيقة شافوا منها فقط ذلك المدة 20 دقيقة الأولى وقال لك في خلال 20 دقيقة هذا التركيز هذا يوصل لنا إلى القيمة اللي هي واحد ميلي مول بار ليتر في تجربة رقم جوج هو غيز صغير 45 دقيقة مثلا على السالي ولكن هما أيضا شافوا لنا غيزك 20 دقيقة الأولى شنو كي يوقع فيها ولقوا بأن التركيز هذا المتكون إلى حدود هذه المدة 20 دقيقة يساوي نشوف القيمة اللي كتبه يساوي 3.5 ميلي مولد بار ليتر وكذا معناه إلا في 20 دقيقة كاملة يلا وصلت لنا إلى واحد ميلي مولد إذا كنت تصل إلى 20 في الخارجة مدة كبيرة بينما هنا إلا في 20 دقيقة وصلت لنا بالزربة إلى 3.5 يعني لم تقلق مع القيمة واحد إلا وصلت بالزربة إلى 3.5 إذا كنت تصل إلى 20 اللي هي رقيما النهائية رغم تحتاج مدة أقل يعني التفاعل مدته تكون أقل على كل حال هذا توضيح لا أعرف شكور شي غير يفهم ما يريد أن نقصده لأنه لأنه أمور معقدة ولكن حسن يفهم وخير شوية الفكرة رمزيا على الأقل تفهم الواقع أشفاء وتفهم فكرة التمرين شنو هي على كل حال نتمنى تكونوا استفتوا من هذا الشرح هذا اللي حاولت ندقق فيه مجموعة دي المسائل وإن شاء الله في الفيديو هاته دي التمرين اللي غتكون هي فيها في البداية التمرين تطبيقية غتكون الأمور إن شاء الله واضحة بواحدة شكل بزاف اللي غتمكننا من معرفة التعامل مع الأسئلة وكذلك في المتيحين ترجمة نانسي قنقر